قالوا له يا معلم أما يهمك أننا نهلك يعني أعتقد أن هم قالوها بالشكل ده أنت مش فارق معاك يا رب أن احنا هموت أنت مش فارق معاك الحقيقة إذا كان الأباء بتكلموا عن ضعف إيمان التلاميذ في النقطة دي فالحقيقة نقطة الضعف أو الدفوع الشخصي ده ده يمكن هم كانوا بيمثلونا في الوقت ده لأنه الحقيقة موجود معنا كلنا إحنا بنيجي في أوقات ديئات شديدة جدا 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 ولما تزيد جدا رب هو أنت مش أخد بالك مننا ولا أيضا عمالة نادي وأن بحسي ومش حاسس أن فيه تغيير مش حاسس أنك بتستجيب وقت ضعف الإيمان التلاميذ أو ضعف إيماننا إحنا إزاي ربنا بينظر لنا وإزاي إحنا بتبقى عينينا قصيرة أو يعني مش شايفة الحقيقة كاملة في تعليق قاله أحد من الأباء يا ربنا يديم حياته يعني كان بيقول لأول الأباء الرسل في المركب دي كانوا سنهم سن الأطفال الصغيرين مثلا كان لما تقوم عليهم الريح والأمواج هايعملوا إيه أول حاجة يعملوا إيه طيب يجرع على ربنا الحقنا يا بابا يسوع الحقنا هنغرق لكن الأباء الرسل طبعا ما عملهش كده إحنا للأسف بنامل زيهم نفضل ندور في وسط الضيقة أو التجربة يا رب انت نسيني ليه انت سايبني ليه انت مش سامعني ليه وهو يقول لي مين قالك أن أنا نسيك ده أنا عادة شعر راسك مش بس كده ده أنا جيت وتصلتت عشانك إزاي أنساك الناسية الأم راضيعة أنا لا أنساك لكن ربنا ما هداش البحر إلا ما التلميذ سرخوا إحنا نفس القصة ربنا ما بيهديش المشكلة إلا ما احنا نقوله الحقنا زي ما قال معلمنا بطرس كده وهو بيغرق يا رب نجيني طب ما أنا جنبك ما قلت ليش ليه من الأول ما سرختش ليه عشان كده ربنا يستنى لما قله الحقني يقول لي خلاص مهديت رجعنا للثقة يعني هي الثقة والإيمان بس لأن حقا قلت الطفل الصغير اللي بيبقى ماسك إيد بابا هو بيعدي الشارع هو عنده ثقة فيه بس هو ما يعرفش يمكن الأب هو كمان ساعات بيبقى خايف أو ما بيعرفش بس فكرة أن أنا واثق لأن ده بابا أو نتهمه حياتي ليه الثقة بتاعتنا يعني ما بتكونش كاملة في ربنا إلا لما لازم زي تغمى كده حط إيدي على عمل معين أنت عملته فهنا أقول كده صدق أنك فاكرني يا رب ما هو ده للأسف ضعف الإيمان يعني للأسف عشان بس نحف نتعامل معه إزاي ضعف إيماننا لازم توثق في ربنا لازم أنا بقى وثق فيه هو قال لي كده قال لي يعني ما ترميش اللهم علي أنت بس اندهلي وأنا جنبك بس فكرة الرجاء يعني زي يكون عندي هذا الرجاء يمكن حتى الأبا يقولون ما تقولوش الأمل لأن الأمل دي حاجة أقل من الرجاء فكرة أن أنا أرجو أو برجو أن الله هيكون معايا فمهما اشتدت الدي ولو في الهزيع الأخير حتما سيأتي أكيد مش هيسبني إزاي يكون عندي هذا الرجاء وأنا يعني علاقتي بربنا اللي هي العلاقة العادية يعني بروح مرة الكنيسة كل شهر ولا حاجة ومش خادم ولا حاجة وحتى لو خادم فأنا يعني مقضيها كده بروح كده بضيع وقت يعني فإزاي في وقت الدي يكون عندي هذا الرجاء كان قدست البابا شنودة قال في كتاب حياة الإيمان في شوية نقط كده بص عليها يعني مثلا بص السيارة على بقى القدسين اللي قبل منك ممكن تخلي وعود ربنا قدامك وتاصق فيها هو قال كده هأنا معكم كل الأيام وقال أن قداء الظهر هل ممكن ربنا يرجع في وعوده؟ لا استحالة طبعا نقشتكم على كفي يعني يعني كل الأحد يبص في كفي يده كده في خطوط نحن بالنسبة ربنا نفس الخطوط دي منقشين على إيده فإزاي هنسانية في وعود كتيرة يمكن لو بصنا للحياة القدسين وربنا بيعملها معاهم في درس جميلة جدا نستفيد بها لو خدنا مثل زي ابون إبراهيم معقولة واحد عدى التسعين سنة هو يخلف صعب ما بتحصلش صار نفس قصة خلاص موضوع متاحة بالنسبة لها لدرجة أن دحكت لما ربنا قال في نفس الوقت يعني يقول لها ابن بعد فنائية كل تناعم يعني خلاص في نظر نحن موضوع متاحة لكن عند ربنا ما فيش الكلام ده الحياة وعود ربنا كتير جدا لو بصنا لها في كتاب المقدس مش هنقدر نخلص وعود لا تنتهي طب وعود صريحة وعود جميلة وعود حقيقية